في البداية كده السؤال ايه الشهير لأي حد ما كاني هيسأله والحقيقة المواضيع اللي بقت عاملة بلبلة الفترة دي في المجتمع من كتر انفتاح التكنولوجيا هل احنا فعلا طول الوقت مترقبين من شركات معينة او من منصات معينة يعني مثلا انا دايما الحاجة اللي احنا دايما كامن يمكن ياسمين بنشوفها انه اول ما بتكلم على حاجة او اكون بحكي على حاجة ايا انكيانة سلعة مكان حاجة معينة عايزة اتكلم عنها اول ما افتح تليفوني الاقي على الفيسبوك او على جوجل او على اي حاجة اول حاجة تظهر لي هي الحاجة زي فهل ده نوع من انواع المرأبة ولا ده بقى يعني حراك شرح لنا اولا صباح الورد صباح الورد على حضرت لا ده مش نوع طبعا هو نوع من انواع المرأبة بس مش باهداف اختراق الخصوصية ولكن الاهداف تجارية فده موضوع اسمه recommendation system ده بيستخدم بهدف انه حق ربح منك فهو اول ما بيسمع منك انك بتكلمي عن موضوع كذا بيحاول يبعلك حاجة قريبة من بيعرف اهتماماتك وبناء عليها يحاول يعرض عليك حاجة هل ده بيبقى من ضمن الحاجات اللي اول ما بفتح التليفون او اول ما بنازل الابليكيشن بعمل اجريه عليه اه بقول اوكي على الحاجات دي يعني هل ده ينفع الغيه ولا ده ما بتلقيه يعني بيكون فيه من ضمن الـ privacy rules مثلا ان حرارك بتعمل اكسس للمايك بتاعك ولكاميرا بتاعتك وpermissions بياخد permissions واللوكيشن واحنا ما كنهرهاش علشان ندخل الابليكيشن بسرعة او ما وده بقى يعني هنقوله كتير في الحوار يعني هو بيشوفك بتروحي فين لما بتروحي اماكن معينة يقدر يعرض عليك ايه منتجات اه قريبة هو بيحاول يعرف اهتماماتك اول ما بدخل مول معين او بلد محافظة معينة تلاقي كل المسيجات الخدمات اللي في المكان فبيحاول مش بس على العمليات البيع لو انت مشتركة في شبكات من شبكات الافلام اول ما بتطرفها راجع على فيلم من نوع معين هو بيحاول بيريكماند نفس النوع بالضبط فالريكمانديشن سيستم ده علم الناس بتحاول ان هي تحقق ارباح من خلال ان هي ترقبك بقى فترقبك بقى تعرف الموقع اللي انت بتروحي فيه تحاول تسمع المايك بداعك على التليفون ده تجسس برضو فش للأسف هو تجسس احنا بدين تجسس حميط او بس ده تجسس تجاري لكن طبعا الموضوع اخطر من كده من المعلومات بقى فينا وحي خطير لان المعلومات النهاردة يعني خادت وضع اهم بكتير من زمان يعني زمان كان الوجود المادي او الفيزيكال له قيمة كبيرة جدا والمعلومات يعني كل يوم عن اللي قبله المعلومات بتاخد اهمية كبيرة جدا انا عندي بيانات شخصية شديدة الهمية عندي معلومات بنكية موجودة على ال يعني دلوقتي انا اعتقد انا بقى لي شهور مروحتش البنك فمعلوماتي البنكية كلها موجودة على التليفون عمليات البيع والشراء خاصة بعد كم شهر اللي حصلوا في الكورونا انتقلت عمليات البيع والشراء لمنطقة ابعد بكتير كمان ده بقى بيتم عبر استخدام المعلومات تحولات البنكية كلها اه المعاملات البنكية كلها والنهاردة بقى فيه البرنامج اللي هو بتاع البنك المركزي البرنامج الشهير اللي كلنا بنستخدامه دلوقتي اه المعلومات النهاردة معلوماتي الشخصية الشركات لها عندها معلومات شديدة للخطورة لو حد تطلع عليها هيقدر يعرف صفقات الشركة الدول نفسها عندها المعلومات في منطقة الخطورة والحادث اللي حصل في لبنان اكيد هنتطرق برضو المعلومات فيه كانت مؤثرة جدا على اروح كتيرة فبالتالي المعلومات كل يوم على المستوى الشخصي على مستوى الشركات على مستوى الاسرة على مستوى الدولة بتاخد اهمية كبيرة جدا فبالتالي امن المعلومات بقى مهم جدا لو انا بس كل اللي بيزعجني ان هو يلح علي انه بيحاول يباعلي فانا بحاول اقمن نفسي بقى ما خليهوش يشوف اللوكيشن بتاعي ما خليهوش يسمع صوتي وانا بتكلم في التليفور يعني انا طول الوقت صوتنا مسموع كده احنا بنتكلم ما احنا عمينا الهول المايكروفون في فيسبوك مثلا في انستجرام والموبايل قاعد معنا هو سمعنا بس التطبيقات اللي على الموبايل مين فيهم انا مديله صلاحية ان هو يستخدم الريسورس دا فاللي انا مديله صلاحية طبعا خلاص هو انت اللي مديني بفرصة فدي واحدة من طب انا عايزة اعرف من حركة انا دلوقتي حد كنت بعمل مثلا ساين اوب على ابليكيشن ما فيسبوك انستجرام وجيت انا عملت اكسس للمايكروفون والكاميرا وكانتكتس وكل حاجة طب عايزة ارجع في كراراتي دي يعني عايزة اعرف بالستابس كده مثلا نستعمل اي تروح مثلا للبرايفيسي ترجع تعيد حساباتها ازاي عشان ترجع نفسها وتتأكد ان هي مش مخترقة او يعني انا مديل اكسس قرار دي عايزة الغيبها الاكسس دا اول حاجة قبل ما نروح للاكسس دا الاول اتأكد ان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش تطبيقات مش انا اللي منزلها لان واحدة من طرق الاختراق ان فيه تطبيق يكون قادر على ان هو ينزل نفسه او ينزل تطبيقات تانية مش انا اللي منزلها اه فانا لازم امر تطبيقات اللي موجودة في الموبايل او اللابتوب كلهم حاجة واحدة الموبايل كومبيوتينج دي بايس واللابتوب كومبيوتينج دي كل الاجهزة دي اعدي عليها اتأكد ان مفيش تطبيق انا مش منزله بنفسي وعارف هو بيعمل ايه خلاص اتأكدت ان التطبيقات اللازم تكون من مصادر معروفة بس انا عندي اعتقاد ان دا ما بيحصلش في ايو اس يعني بيحصل في اندرويد سامسونج و يعني اعتقد كده اندرويد اندرويد ايو اس اكتر وبالتالي طبعا حصل على ثقة كبيرة جدا من المستخدمي اكتر ثقة في الحتة دي اندرويد يمكن حضرتك قلت التعليدة لان اندرويد مفتوح اكتر دايما انت عندك تريد اوف ما بين اني اسهل ويسر الدنيا او اامن واقفت بس بدأ بالوقت اندرويد بدأ يعمل يعني حماية اعلى على التليفونات بتاعته كل يوم وبقى يدي الارم او نوتيفيكيشن بان في حد بيحاول يخترق فالحق نفسك غير باسورد اعمل اي حاجة يعني كل يوم يعني انا عندي جهاز كده فحصل حاجة ما يعني فراح بعيتلي وده ما كانش بيحصل حقيقة بلكده